اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان له بصمة واضحة في مستقبله وهذه قصة حياة جاسم كل قصة ولا فصول الطفولة وذكريات سعيدة حزينة لفقدانها كنا قاعد على الباب ننطر يدي أيام اللي كنا ننحاش من البيت والظهر ونروح للبحر كنا صغار كان راعي منه لما تظهر أساس هذا كويس عادي ظهر أين أمو العالم لحنا الصغار شيطانا أذكر يوم من الأيام كان يقول لي جمال أنت يوم من الأيام يدي الله يرحمه أخذهاك الغوص وياه كان يقول لي أنا توا شايفك طاب بشلون طلعت أنت فكان في شبه بيني وبيني وكلنا صغار يعني شبه يعني أكثر من إخواني يعني من الشابة تغريبا الشباب واصدقاء العمر محمد ناصر عملنا مندي وأنا ما أعرف شو المندي يقول لي يقول لي أبو عبدالطيفة بروحك هذا صايد قلت لي لوياي نايم مني بصيت كان من الناس اللي يحب السمج شوائد مودي معاه خباط عندي تيس مندي ألجاب لنا يا الله يرحمه يعني شوف لنا مواقف حلوة معاه الزواج والعائلة جاسم أطيب إنسان بالدنيا طبعا الوالد إنسان ما ينصف كان كل شيء بالنسبة كان حتى لما كنت رد من الإمارات كنا دائما نطلع وصاد من محر كما توقعها أريد كورو صابحت وقلت لك رعائيا صرخت قتلة لا ما صادقك كل إنسان ولنهاية وكل قصة لها نهاية ونهاية قصة كل إنسان يتسكر الكتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر